اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تدليب الفوارق بين الطبقة التعليم للجميع مساوات المرأة الحقوق المرأة كان فيه رقابة انا الكتبين مفيش رواية العدلة الا وتقص منها بعصر عبد الناصر كان فيه رقابة جديدة لكن فيه ايضا فتح الباب يعني فكان يعني تشجيع شوية كذبة العدالة الاجتماعية المسوأة ابتدت كل اشتراكية كان فيه حاجة املي بعد هزيمة 67 انتهى فشل عبد الناصر سقط عبد الناصر سقط المشروع الاشتراكي الاجتماعي والعدالة الاجتماعية جاء السادات رضط مصر بالاستعمار الامريكي وبالتيارات القصولية ريجان ريجان السادات ردة عالمية بتستخدم الطائرات القصولية للعلمة والاستعمار والفروب الفروب العسكرية كل ده مع الدين مش مع بعضه وصول ظلام منذ السادات حتى اليوم يعني مفيش فترة مبارك السادات مبارك مواصلة للسادات مافش فياب مواطع لي هلا استمرارية استمرارية اس thin yeah هي الاسقة اي الاسقة هيا الاسقة فنيا واما واقتصاديا هلو فسر هذا فقط بالهزيمة وبنوع تغيير السياسات فيه يعني لو نحلل فيه هوا particularly هونت يÑك انا دايما مش باقد اعملوا واحد الاقتصادي حتى انا الا ابدا ولتمرد הזה بدرسه. انا اتخرجت من الطب. لكن انا اعلمت نفسي السياسة والاقتصاد والتاريخ والفلسفة والدين. انا دراست الاديان عشر سنوات من عمري. فانا دايما افضت. انا ضد اخذ عامل واحد. طيب. ايه العوام الاخرى حسب نظرك؟ اجتمعت العوام من السلطة. الاستعمار من الخارج. ديكتاتورية من الانداخل. اه الانكساب العزيمة. نعم. العسكرية. الهزيمة العسكرية اللي اصبحت هزيمة نفسية يعني. الهزيمة العسكرية اللي اصبحت هزيمة اقتصادية ايضا. احن. لان مشروع الاشتراكي راح خلاص. بقى مشروع راسمال. بقين رجال الاعمال. دولة رجالة الاعمال. الهوة بين الفقراء والاغنياء. الهوة بتبطية. فضيء تزداد. الهوة. القلة البلايين اللي عنده بلايين والأغلبية الصحيقة الفقيرة بما فيهم أنا طبق الوسطى انتهت بقى فقيرة احنا بقنا فقرة فكل ده كل ده له أثر العوامل الاقتصادية العوامل الدينية الأخلاقية بيستوردوا بشاء بكارة من الصين لترقيع أشاء البكارة فساد أخلاقه الأسرة تفكت الأزواج فسدوا الزوجات يأسوا المرأة تنقبت وتحجبت وخضعت والدولة نفسها خضعت خضوع كامل سياسي واقتصادي رجال الأعمال بتاعهم يروحوا إسرائيل يعملوا صفقات وبعدين يتكلموا عن الوطنية يعني النفاق الكذب الفساد الرشاوي كل يوم بيمسكوا واحد من كبار الرجال الدولة بأضايا ايه ده لمسكوه ما بنعرف لمسكوه وبعدين يقولوا هاتحقق معهم وبعدين يختفت تحييب لأنهم محميين بالدولة فتحال نربح لبرا بشكل خطير مصر ما لقد نيقض لنا قيمة دلوقتي أنا لو كنتبرد ثلاث سنواتي مصر محدش بيجيب سنة مصر إيران هي إيران السعودية السعودية لها قيمة أكتر مننا إيران أنا أقرب من أما أقرب من التأثير اللي بيأسروا اللي بيأسروا في العالم إيران سعودية لكن مصر لا تؤمل هاتحقق مع أن مصر بقى تابعة ثلاث حتى أوباما أوباما لما جاء هنا عمل كلمة أنا ثاني يوم كتبت نقض له نقض دلوقتي بيقولوا لنا قلت تصور النخبة المصرية اللي سقفوا لأوباما يرددون نقضي له لما جاء في يونيو أربع يونيو شوف يونيو يونيو أغسس سبتمبر منذ أربعة شرور كان متركز على إيه نقض يعني لما هم تصوروا إن أوباما ده هيعمل عملية السلام بين إسرائيل وأمريكا وبيضحك عليهم أو هيوقف المستوطنات بيتحك عليهم أو لما بيتكلم عن عن الديمقراطية أو النساء حتى كذا لما قال المرأة المسلمة من حقها أن ترتدي الحجاب تختار حتى فهموا لفرية الاختيار غلط يعني كأنه غير وعي بالضغوط الاجتماعية والأخلاقية والدينية على النساء كلمتهم كلها مهلهلة متناقبة كلها عن مستوى الاقتصادي الإخلاقي السياسي فأنا نقضت الكلمة وبعد ذا لم تنشرها جورنال في مصر لكن نشب في النات أنت أرفها أنا أريد أخر خوار معاك لكن فأنا عايز أقول لك بالنسبة لل خاصل عندنا أنت بتقول كان ده من نسبة كان ده من نسبة هذا أنت بتقول كان إيه السؤال الأخير على الفترة فترة مبارك أه الأخير أه الأخير ردة ردة أن النخبة المصرية اللي صفقت لكلمة مبارك لكلمة أوباما تلاتين مرة كلمتهم في 4 يونيو ألفين وتسعة كان بعد ما جاء من القاهرة هنا وأكلم من عالم أستري عمل الكلمة 50 دقيقة النخبة المصرية اللي ادعت ومين دعاها الحكومة المصرية والأمريكية سقفلوا 30 مرة في 50 دقيقة على طريقة مصرية أه وبعد أربعات شهور أنا بأرأ لنقيب الصحفيين في مصر مكرم محمد يقول لك أوباما سقفنا له وخدعنا صغف خدعنيش أنا ليه لماذا خدع النخبة اللي هي منتصلة بالحكومة السؤال الأخير كرياتيبيتي ان ديزيبنس يعني الإبداع وتمار من غير أن نأخذ بالمجتمعات الغربية كمثال لكن المجتمعات التي تتقدم اللي تحس فيها كما ديناميكية وماسكة في زدام الحضارة في محقكة في الغربية وفي بعض فنانين يقولك اه الحرية فوضى انا حر انا لا الفرية مسئولية يعني الحرية والمسئولية جناحان لطائر واحد انا لا يمكن اكتب رواية الى سفوت ارجانيزد بنظم وقتي بنظم عقلي بنظم حياتي ده عالمستوى الفردي والمستوى الجماعى المستوى الجماعى يطرح طبعا ماهو دا يتوقف على اي نوع من الفن انا بعمله اي نوع من ابداعة ماهو في ابداع اللي بيسموه فن للفن انا انا كده في برج عادي وقت القصة عن الحب اول اعمل لوحة واعمل الالوان جميلة كده والناس كله واندها الالوان دي حلوة اولا بس احط مكياج يقول اه لست حلوة ولاحظوا ان انا مش حطى مكياج انا ضد المكياج انا ضد المكياج وضد الالوان البراقة من السطف كل دا فالإبداع الحقيقي اللي بقولك كاي من الواجهة كاي من هنا بالقلب بيلغي الفاصل بين الذات والاخر بتبقى انتا الاخر ما تقدرش يتكيش بدون الاخر ما تقدرش يتكيش في برج عادي انا لما بكون داخل انا بكلمة اعمل منظمات تضامن المرأة المصرية تضامن المرأة العمية تضامن العالمي من اجل مجتمع مده من جثن عملت التضامن المصري لازم انا الاله عندي هو الجماعة والجماعة اللي عمل الجماعي دا الاله تجاول انت تتجاوز ذاتك الى الاخر كيف يصبح الاخر هو انت ومصلحة الاخر هو انت مصلحتك دا الابداع هو دا الابداع الانساني مش الابداع الان انا اقعد كذات منتصلة كده لأ صحيح لما اكتب بقى بقى في الشبابين نعم لكن بقى منتصلة في العالم لانه العالم فيك العالم فيك العالم فيك وانا في العالم هو دا فده ليس ضد الانساني طائم يا سيك انا كل رجائي ان الحواء كان في المستوى انا رجائي ان كان في المستوى جدا؟ لا وضايا ياريتك تعمل فضائية انت عايز اقولك حالا اسمك كريم تصور انا عمي ما شفت هلالية في جورنار او في فضائية ليه؟ مستوى المحاوري ما يعرفش اصل الكتاب نبري واحد ما اراش لم يقرأ ليه اش زيك انت قرأت وعندك سمعة تاشر سنة لا يعرفني واصل انت عشان تعرف واحد وتعمل خوار معه لابد ان تقرأ له وهو تتابع يعني وتتابع حتى متابعة وتقرأ له على الالكتاب او كتابين انا عندي سبعة وارمين كتاب بالعربية فبيقرأ كتاب او اثنين وبيحولوني فالحوار بالاساطحي جدا وممي وكلو عالاثارة انت ضد الدين انت ماش عارفة ايه انت ضد الحج انت ضد النقاب ضد الحجاب حاجات سطحية ولذلك انا رأي ان الاعلام العربي كمسؤول عن ضمور العقل تعليم تعليم في المدارس يعني فيه عدة اشعار مهمة اوي اوي يعني تعليم في المدارس والجامعات بيعمل ضمور العقل بيقتل ابداع الاديان التدين بيقضي على العقل بيجيب الغيبيات والقرافات السياسة قائمة على فكير الشعب لان لو الشعب اتوعد ما يتكوموش الاعلام رجال الاعمال هم اللي بيندكوا الاعلام دلوقتي كانت الحكومة وكانت عامل ارقام دلوقتي رجال اعمال الفلوسة بالتقرب ازاي يربح منها وارربت السريع الرخيص انا مش ضد ان الناس تربح لكن السريع ورخيص كانت زيكا الثقافة والده حلم مفيش باب عنده لاش امتكارات حلمية ده كله لنستهلك اعم ده كله انتاج الخارج نعم وتلاقي المشايق الغريبة ان المشايق في التليفزيون قاعدين ومعهم المحمود والكمبيوتر يقول لك الملحدين الملحدين الاجانب الغربي الملحد تقدر انت بتستقفز عكتهم شوف انت فيه منذ ايام وانا قد بالمقلل اخي بتاعها ده انت عارف ان اكتشفوا في اثيوبيا بقايا هيكل عظمي الامرأة عاشت انسانة عاشت منذ اربعة مليون واربعة من عشر عام يعني من اربعة مليون سنة اربعة مليون ونص سنة كان الانسان يعيش على الارض ده بيناقض المنظريات الدينية والطوراة وكله ده موضوع خطير ومهم انت عارف انا خدت فراسيدونيا العالم كله يتكلم عن هذا الحدث العلمي انا معركة الانسان للانسان طبعا كمعركة هامة واكتشاف علمي هام يؤدي الى اكتشافات اخرى انا في الاعلام العربي بيعمل ايه؟ بعدين يتكيبين مشايخ اولا ما دهوش علماء يناقشوا الموضوع دهو مشايخ والمشايخ يقولك ايه؟ آه ده شوف انتصر الاسلام وانهزم داروين اللي قال الانسان اصله ارد فانهزمت نظرية داروين ويحيى الدين مش من الحل الاساسي تحول الحدث العلمي الى حوال الديني مبنيع الجهل لدرجة ان واحدة بنت عربية ردت على الجزيرة كانت قناة الجزيرة بتقول كلام المشايخ فردت البنت طالبة في السنوات بتقول ايه؟ انا كنت بعمل دراسة عن نظرية دارو لكن خلاص هو قفتة لانها نظرية ملحدة ده تان من مبارح انا كتبت المقالة تهرت على ده ايه علاقة العلم الدينية؟ مجالات مختلفة اه تصور ان حدث علمي زيدة يضيع مننا كده بدل ما الجامعات تتلقفوا ويأملوا بخوص مفيش لا يوجد بخوص علمية مفيش طب انت عايش في كندا اه وسبت تقول سيحنا عايشين هنا عايشين هنا جازم عايشين وانا مصرة بغاية اخر لحظة اننا تكلم كده ويدربوني بالرصاص والله ماهو ده بقى الله نسيب البلد يمين يمين وبعدين انا موجدتش نفسي في اي بلد يعني انا عايشت روحت امريكا واوروبا وعندت انا عني ثلاثة رفحص في الجامعات نعم عشان اروح ادارس اموت في امريكا بالسرطان يعني يقول ايه اموت بالسرطان او الطيارة تقع به الاخسن اموت هنا في شوارع القاهرة بالرصاص نعم من اجل قضية الله الله من اجل قضية الله عالقل الموت يبقاله معنا معنى الحياة نعم 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 نعم